السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الفيديو في إطار عمل VFX لفيديوهات المتابعين رابط التليجرام في الأسفل بإمكانك أن ترسل لي أي فيديو تصوره أنت طوليا أو عرضيا وأنا أعمل عليه VFX المناسب ثم أبث في فيديو مثل هذا فيديو اليوم من إرسال الأخ ياسين من المغرب شكرا ياسين أنا أعمل عليه VFX وسمر النتيجة في النهاية لا يتطلب الأمر معك للمتابعة أن تكون تعرف بلندر أو VFX أو أي شيء لأني سأشرح كل شيء مع سير العمل كل ما يتطلب الأمر هو لايك سبسكرايب مشاركة وتعريف ثم تفتح برنامج Aventure Resolve هذا البرنامج مجاني بإمكانك تحميله من موقع رسمي Blackmagic وسأترك الربط في الأسفل نعم الاسم سيء جدا السحر الأسود لكن البرنامج جيد صراح ثم بعد ذلك نأتي بالفيديو إلى Aventure Resolve هنا ثم نضغط Change ثم بعد ذلك ننزله إلى هنا إلى Timeline أزيل الصوت لا أحتاجه وحدده ثم أضغط الزر الذي يحدي في الأحرف ثم أذهب إلى Timeline هنا يامي الفارغ أتي إلى Timeline Timeline Setting ثم أزيل التعليم عن هذه ثم أتي إلى هنا وأضغط Use Vertical Resolution ثم أضغط OK لأن الفيديو بولي ما سنفعله الآن هو أن سنحول الفيديو إلى Image Sequence صور متتابعة بدل ما يكون فيديو لأن Blender في Motion Tracking وهي العملية التي يتم من خلال استخلاص حركة الكاميرا وتطبيقها في 3D يجد التعامل مع الصور المتتابعة بشكل كبير أفضل من الفيديو لذلك نذهب مباشرة إلى هذا وهو الRendering Tab ثم أتي إلى هذه Custom Export ثم أحول هذه إلى JPEG في Resolve قد اكتشف الفريم رايت لوحده وهو 30 فريم في الثانية بالنسبة لهذا الفيديو أتي إلى هنا وأضعه في مكان ما في الكمبيوتر بالنسبة لهنا سميت هذا الفولدر Composite وسأريكم لماذا بعد قليل أضغط هنا Select Folder ثم بعد ذلك أتي إلى Add to Render ثم أضغط Render All انتهى الرندر الأول الآن وكان سريع جدا نعود إلى هنا إلى قسم الألوان في DaVinci Resolve أو قسم التلوين ليس قسم الألوان DaVinci Resolve يعتمد على Nodes كل نود بإمكانك أن تجري فيها ما تشاء من التعديلات إذا لم تعجبك في النهاية فبإمكانك إحدف النود بدل من العودة في التعديلات لذلك بإضافة النود في DaVinci Resolve ضغط Alt S ضغط هذه النود نتأكد من أنها محددة ثم نأتي إلى هنا ونزيد الـ Contrast لماذا نزيد الـ Contrast؟ لأن هذا الفيديو الآن تلاحظون أنه Low Contrast بعض الشيء إذا أردت بلندر أن يتتبع النقاط بشكل جيد جدا فعليك أن تزيد سواد السواد وتزيد بيض البيض حتى تكون النقاط واضحة جدا لذلك نحوذ إلى هنا ثم نأتي إلى هذا الكيرب ثم نرفع البيض ونخفض السواد تلاحظون النتيجة نتيجة أن هناك Contrast قوي جدا ثم أعود إلى الـ Render Tab وبعد أذهب إلى الـ Browse ثم أخرج من هذه الـ Composite وأستحدث واحد جديد وأسمي Tracking وهذا لأننا سأستخدمه في Tracking فقط أضغط هنا بيمين فارث ثم أأتي إلى New Folder وأسمي Tracking هنا Tracking أدخل هنا ثم Select Folder ثم أأتي إلى هنا أحذف هذا وأضيف واحد جديد ثم أضغط Render All وانتهى الرندر نعود إلى قسم التلوين حتى نعمل ماسك ماسك للسماء حتى نعزلها نأتي إلى هذه هنا ضغط الزر الذي يهدف الأحرف حتى تنحذف لنحتاجها الآن أضغط الآن Alt S أخرى ثم أحددها وأأتي إلى هنا ثم أختار هذا ثم أأتي وأختار السماء واحظون أن السماء قد تم تحديدها بشكل جيد جدا ولا تحتاج تقريبا إلى أي تعديلات ثم ننزل إلى هذه Smoothness ثم نرفعها إلى أتي الدرجة أو ربما أكثر فيكون تحديد بشكل جيد أنا أريد تحديد السماء أريد تحديد ما عدا السماء حتى أتمكن من تظليمها أكثر وأكثر لذلك أأتي إلى هذه الـ Invert ثم الآن نحن محدد كل شيء في ما عدا السماء نأتي إلى هنا ونقوم بتظليمه بهذه الطريقة وتلاحظون أن السماء الآن مضيئة وكل شيء آخر مظلم وهذا هو الماسك الذي سنستخدمه في بلندر لعزل السماء نأتي الآن مباشرة إلى قسم الرندر هنا ثم نستحديد واحد جديد ملف جديد وهو سميه ماسك ما أزيد الرندر آخر وهكذا ثم الرندر آل انتهى لنا الآن من العمل على داريشة ريزولف نغلقه لنحتاجه بعد الآن ثم نأتي مباشرة إلى بلندر بالنسبة للذين لا يعرفون بلندر لن أشرح واجهة المستخدم سيكون هذا الفيديو بيتوازن بين الذين يعرفون بلندر والذين لا يعرفون الذين لا يعرفون سأشرح لهم كل شيء باختصار والذين يعرفون سوفرين يملوا من ذلك لذلك بإمكانك أن تضغط في أي مكان فتختفي هذه النافلة تأتي إلى هنا ثم تنزيل مباشرة إلى VFX ثم Motion Tracking هنا فسنفعله الآن هو استخلاص حركة الكاميرا وهذا أول شيء بعد استخلاص حركة الكاميرا عن طريق Motion Tracking نذهب ونضيف العنصر 3D الذي سنضيفه من الوضع أنه سيكون في السماء ثم بعد ذلك نقوم ببعض التعديلات ثم نعمل الرندر ثم بعد الرندر نعمل Compositing والCompositing هو ما يحصل فيه كل السحر الذي يجعل هذا الشيء المضاب يبدو كأنه حقيقي هناك أمور جميلة جدا اكتشفتها لأني عملت الكثير من هذه الفيديوهات في السابق لذلك نبدأ مباشرة أتي وأغلق هذه النوافذ بإمكانك أن لا تغلقها وتدفعها هكذا وانتهى الأمر لكن سأغلق أتي إلى هنا تتحول إلى الزائد ثم أدفعه إلى اليسار بهذه الطريقة وأتي إلى الأسفل هنا التعب السفلي حول إلى الزائد وليس العلوين هنا السفلي حول إلى الزائد ثم أدفعه إلى الأعلى فيصفى لي هذا المكان وهذا ما أريده أولا الملاحة في هذه النافذة تعتمد اعتماد كله على عجل الماوس تضغط عجل الماوس وتحرك بهذه الطريقة أو تلف عجل الماوس إلى الأمام أو الخلف لإقتراب أو الإبتعاد أبإمكانك أن تضغط ثم تضغط عجل الماوس ثم تسحبه إلى الأعلى لإقتراب وإلى الأسفل لإبتعاد أضغط الآن Open وأستحضر ملف التراكن الذي عملناه منذ قليل بالنسبة لهنا هنا تراكن أضغط A لتحديد كل شيء وإيه يختصر كيمة A وتلاحظون أن هناك على قبل الإختصارات وأسماءها في بلندر ثم أضغط Open Clip لن أستخدم كامل الفيديو أتي إلى هنا إلى أند وأستخدم 150 فريم فقط ثم أتي إلى هنا وأضغط Prefetch وهذا حتى يتحمل في الرامب لو ضغطت Play لتشغيل الفيديو تلاحظون لايك أما الآن بعد أن عملت Prefetch فهو يصير بسلاسة كما ترون الآن بإمكانك أن تضغط السهم الذي إلى اليمين حتى تتقدم فريم واحدة أو الذي على اليسار تتأخر فريم واحدة بإمكانك أن تضغط Shift والسهم اليمين حتى تتقدم كل الفريمات إلى الأمام أو Shift والسهم اليسار حتى تعود إلى بداية بما أمنع ذلك البداية نبدأ بإضافة نقاط التتبع هناك كل هذه الإعدادات التي ترون هنا أي إعداد تغيره في كل هذه فأوى سيغير في إعدادات نقاط التتبع التي ستضيفها مستقبلا بعد هذا التغيير كل ما سنغيره هو هذه والتي تحافظ على نقطة التتبع مع تغير الإضاءة ثم بعد ذلك نبدأ بإضافة نقاط تتبع أتي إلى تراكر هنا أو تراك ستظهر شاشة صغيرة كلما أبفت نقطة من نقاط تتبع لإضافة أي نقطة أضغط Control ثم Left Click بهذه الطريقة أضغط S لتكبيرها وهي اختصار كلمة Skin يلاحظون أني أختار النقاط التي فيها Contrast تحدث السواد في وسط هذا البيان ثم أضغط Control Left Click هنا وأضغط S لتكبيرها بعض الشيء Control Left Click ربما هنا وأضغط S لتكبيرها بعض الشيء ربما أتي إلى هذه وأضغط وحدة هنا في هذه الزاوية مباشرة وهذا مقصود Control Left Click ثم أضغط S وأكبرها إلى هذه الدرجة وأضغط R وهي اختصار كلمة Rotate تلاحظون العلقة بل اسم الاختصار ثم أشمل هذه البقعة هنا حتى يكون هناك نمط جيد لتتبعه أنا اخترت هذه الزاوية حتى أضغط وحدة أخرى هنا وأستعملها في النهاية أضغط Control وأضغط هنا بالداد ثم أضغط S و أكبرها بعض الشيء لهذه الدرجة تكون جيدة هذا الاستفاف هنا مقصود جدا سأريكم كيف سأستخدمه في النهاية آتي الآن وأضغط A لتحديث كل هذه النقاط ثم أضغط Control T سأضيف غيرها لكن الآن سأتتبع هذه النقاط أولا Control T هي اختصار كلمة التتبع Tracking بإمكانك أن تأتي وتضغط هنا في هذا فيتتبع لكن أضغط Control T تلاحظون أنه تتبع جيد جدا وأوحظت النهاية ثم الآن أضغط Control L و L هي اختصار كلمة Load قلت لكم أن هناك علاقة قوية بين اختصارات وأسماءها Load أي قفل ثم الآن وأنا في الفريم الآخرة أضيف البعض الآخر هنا أضيف ربما وحدة هنا Control Left Click ثم S جيدة وربما أضيف وحدة أخرى هنا وهذه نقطة تتبع جيدة وربما وحدة أخرى هنا وهذه نقطة تتبع جيدة كذلك أضغط A لتحديد كل شيء لن يعمل تراك لهذه التي عملنا لها من قبل لأنها عملنا لها قفل ثم أضغط Control Shift T و Control Shift T هو الاختصار لعمل تتبع إلى الخلف هذه المرة بإمكانك أن تضغط هنا Control Shift T تلاحظون أنها حافظ عليها إلى النهاية وهذا جيد جدا وتلاحظون أنها مانية وهذا العدد كافي يجب أن يكون هناك ثمان نقاط تتبع في كل فريم من فريمات الفيديو حتى يتمكن بلندر من استخلاص حرة الكاميرا هذا عند علاقة بعدد زوائل مكعب والتي هي ثمانية ولكن لا أدري ما هذه العلاقة تلاحظون أن الفيديو مصور بهاتف فيه مثبت بصري مثبت صورة Optical Image Tobilizer والهاتف الذي فيه مثبت بصري مهم جدا في تتبع سرعة لذلك في المرة الجاية التي تريد شراء تليفون اشتري واحد في Optical Image Tobilizer أو OIS قلنا هذه النقاط كافية لكني سأضيف المزيد حتى يكون تتبع بشكل جيد جدا وهناك قواعد في إضافة النقاط يجب أن تضيف في الأرضية وتضيف في المقدمة وفي المخلفية وكذلك تضيف في أطراف الفيديو وفي وسطه الآن أعود إلى الفريم الأولى عن طريق Shift و Left Arrow ثم أتي وأضغط Control وأضغط Click هنا S Control وأضغط Click هنا S في كل مكان تقريب في Contrast أضيف واحدة Control Left Click هنا ثم أتي وأضيف في هذه الأشجار لأن فيها أنمار جيدة Blender الآن سيقيس هذه الأنمار ويبحث عنها أضيف واحد هنا أضيف واحد هنا وأضيف واحد هنا وأظن أن هذه كافية ونسيت لم أعمل لوك لهذه التي تعملنا لها تتبع منذ قليل هذه وهذه وأظن هذه Control L ثم الآن أضغط A لتحديد كل شيء ثم أضغط Control T تراحظون أنها أمسكها بشكل جيد جدا صراحة ثم الآن نمر إلى المرحلة التالية وهي مرحلة عمل Motion Solving أتي إلى Solve هنا وهي المرحلة التالية ثم أحدث كل هذه Keyframe و Focal Lens Optical Center و Radial Distortion كل هذه نحددها لا يهم ما هي ولا أشرحها ولكنها معلومات خاصة بالكاميرا تقريبا يستخلصها Blender من خلال هذا الفيديو إذا كنت تملك معلومات لكاميرا التي تصور بها في بإمكانك أن تأتي إلى كاميرا هنا وتضيف المعلومات الخاصة بكاميرا أما بالنسبة إلينا فلا نعلم أي معلومات عن هذه الكاميرا لذلك تترك بلندر يتصرف ودائما ما يتصرف بشكل صحيح صراحة ثم نضغط Solve Motion Camera ثم نعود راحظون أن 0.17 هذا الرقم وهو مهم جدا كلما كان أقل من 1 فهو جيد أكثر من 1 يعني أعد حتى تصل إلى الواحد أو أقل من 1 إذا كان لسبب ما أكثر من 1 2 3 أو أكثر فبإمكانك أن تأتي إلى هنا ثم تضغط هنا حتى تخفي الفيديو ثم تأتي إلى Info هنا تفعلها ثم تنظر من أين يأتي الخلال كلما كانت واحدة أكثر من 1 أو أكثر من 2 أو ما شابه فبإمكانك إزالتها وتتبدالها بوحدة أخرى بنقطة تتبع أخرى وعمل تتبع ثم بعد ذلك تعيد عمل Solve Camera Motion وهكذا دولي بالنسبة لنا التتبع جيد أعود إلى هنا وأضغط هذه العين أخفي هذه Info لا أحتاجها أضغط Ctrl S لحفظ المشروع ثم أتي وأحفظ المشروع في مكان ما بالنسبة لي هنا ثم بعد أن عملنا Solve Camera Motion أتي إلى هنا وأبدأ بتحديد بعض الأمور أولا أتي وأختار 3 نقاط هذه ثم Shift ثم هذه ثم Shift وهذه ثم أتي وأضغط Floor هنا البرنامج صار يعرف الأرضية ثم أتي الآن إلى هذه وأختار Set Origin هذه Set Origin ثم أتي إلى هذه وأضغط Set Y Access الآن هذه ستكون هي نقطة الأصل وهذه ستكون Y ثم الآن بإمكاني أن أختار أي نقطتين وأحدد البعض بينهما مثلا هذه وهذه أقول مترين ونصف لذلك أتي إلى هنا وأضغط 2.5 ثم أتي وأضغط Set Scale هنا ثم أضغط Set As Background ثم Set Up Tracking Scene هذا ثم الآن إذا عودنا إلى اللي عود هنا تلاعظون أن المشهد جيد جدا لا هو سيء جدا للملاحة في برنامج Blender تستخدم زر الفأرة الأوسط عجل الماوس تضغط عليه وتدور بهذه الطريقة هكذا إذا أرد التركيز على أي شيء تضغط الفاصلة في قسم الأرقام فتركز عليه بعد تحديده إذا أرد تنقل في المشهد وليس دوران تضغط Shift ثم زر الفأرة الأوسط الذي هو عجل الماوس فتتنقل بهذه الطريقة لإقتراب الإبتعاد تضغط Control ثم تضغط عجل الماوس وتسحب إلى الأعلى والأسفل لإقتراب الإبتعاد أو تدور عجل الماوس لكن الفرق بينها أن عجل الماوس لما تدوره تقترب بتدرج أما لما تضغط Control لما تضغط عجل الماوس فأنت تقترب بهذه الطريقة السلسل وهناك عدة أوضاع رقية في Blender وهي هنا هذه اسمها Solid وهذه اسمها Wiframe وهذه اسمها Render وهذه اسمها LockDev لكن لا تهمنا هاتي حاليا تهمنا Solid و Wiframe الWiframe ترى كل شيء من خلفها وتستطيع تحديد أشياء في الخلف وفي الأمام أما Solid فهي هذه التي هي معتمة كذلك هناك عدة أوضاع عمل هذه أوضاع الرقية وهذه أوضاع العمل Object Mode وهناك Edit Mode لا تهمنا البقية لأننا نستخدمهم ذلك إذا أردت تنقل بين Object و Edit فهذه أو بإمكانك أن تضغط Tab Edit Mode Tab Object Mode ما الفرق بين أما هذه تتحكم في الشكل ككل وهذه تتحكم في النقاط الخاصة بالشكل Edit Mode أضغط Tab أنا في Edit Mode أستطيع تحريك كل نقطة بانفراد بهذه الطريقة وأستطيع أن أحذفها إذا شئت Ctrl Z Ctrl Z للتراجع بالمناسبة ثم أضغط Tab للخروج من Edit Mode كذلك للترانسفورميشن في Blender التحريك الدوران التكبير والتصغير استخدم هذه هذه للتحريك قريقة على Z على Y على X وهذه للدوران تدور على X على Y على Z وهذه للتكبير والتصغير تكبير على X على Y على X على Y على Z أو على كل المحاور دفعة واحدة بإمكانك كذلك استخدام الإختصارات وهي سهلة جداً للحافظ وسترون لماذا G هي اختصار كلمة Grab بإمكانك أن تضغط J وتحرك بهذه الطريقة فيتحرك هذا تضغط بإسار الفقرة للتأكيد المكان بانطرق Z إذا أردت أن تتحرك في محور بعين فبإمكانك أن تضغط ذلك المحور بعد G تضغط G ثم X للتحريك على X Y للتحريك على Y و Z للتحريك على Z هل قلت أن G هي اختصار كلمة Grab G هي اختصار كلمة Grab للدوران نستخدم R بكل تأكيد لأن R هي اختصار كلمة Rotate إذا أردت أن تضغط R للدوران بإمكانك الطريقة أو إذا أردت أن تدور على محور معين تضغط ذلك المحور بعد حرف R تضغط R X مثلاً تدور على X وتؤكد بيسار الفقرة Ctrl Z R Y تؤكد بيسار الفقرة أو تلغي بيمينها R Z تؤكد بيسار الفقرة أو تلغي بيمينها اختصار التكبير والتصغير كذلك هو ال S و S هي اختصار كلمة Scale إذلك تضغط S لتكبيره في كل المحور إذا أردت تكبيره على محور معين حذرتم نعم S X إذا شئتم تؤكد بيسار الفقرة أو تلغي بيمينها S Y تؤكد بيسار الفقرة أو تلغي بيمينها S Z تؤكد بيسار فأرة أو تلغي بيمين. نبدأ الآن مباشرة لأن برنامج لم يحسنت اختيار الأرضية بسبب ما لا أدري لكن هذا يحصل الأحليانا مع الفيديوهات القائمة وربما تليفونات من تليفونات لأني عملت بفيديوهات قارجة من تليفونات طلع جيد وتليفونات أخرى لا. هل ليست مشكلة كبيرة بإمكانك أن تأتي إلى هنا وتتحول إلى ثري دي كورسر ثم تحدد الكاميرا عن طريق الضغط عليها هكذا إذا لن تتمكن من تحديدها تضغط السفر لنظر خارج الكاميرا ثم تحددها ثم بعد ذلك تضغط السفر مرة أخرى ثم تبدأ بتدوير مشهد على أساس تريدي كورسر عن طريق الار واي أولا وانظر دائما إلى الأفق حاول تجعل الأفق مستقيم بيأتي الطريقة ثم ار اكس حتى يصير الأفق مستقيم جيد ثم ار واي مرة أخرى لأنها لازال مائل من نسبة لي أظن أن هذا ار واي بالنسبة لي هذا جيد ثم ار اكس مرة أخرى ثم ار واي بالنسبة لي هذا جيد وأنا الآن حطيت الأفق الخاص بالعالم ثلاثة الأبعاد مع الأفق الخاص بالفيديو والأفق الخاص بالفيديو يمكنك تحديده لأنك باشرة بإمكانك تحديد الأفق الأمر سهل جدا تضغط الآن بلاي بذلك الانيميشن تلاحظون أن التتبع جيد جدا كما أنه إذا كان فيه بعض عدم الجودة فليست مشكلة لأنه سنضع شيء في السماء وسيكون بعيد جدا حتى وإن وضعنا شيء في الأرض فهذا كافي جدا ولا يتمكن أي واحد من ملاحظته تلاحظون أنه انتسق بالأرض بشكل جيد الآن أحذف كل هذا لا أحتاجه أضغط اكس ماذي لي ثم الآن أستحذر كوكب أريد أن أضع كوكب هنا إذلك أضغط شيفت اي ثم أأتي إلى ماش ثم أأتي إلى يوفي سفير هنا أن الكوكب مستدر وأأتي إلى موديفاييرز هنا والموديفاييرز هي لإضافة تأثيرات على الأشكال نأتي إلى هنا ثم نضيف جينيريتد هنا ثم أأتي إلى سب ديفيجن سيرفس لتنعيمه أحولها إلى اثنين هنا ثم أضغط بيمن الفارد ثم شيد سمود أضغط ان كنترول اس كل شيء جاي الآن نأتي إلى هنا ونقسم الرغية عن طريق هذا ثم نضغط سبعة لنظرة علوية أضغط صفر لنظرة عبر الكاميرا ثم أبدأ بتحريك هذا إلى بعيد جدا لكن بمجرد أن أحركه تلاحظون أنه يختفي في مكان ما هنا حتى وإن كبرته لكن قبل أن أكبره أعود إلى هذا الثريدي كرسو أحولها إلى ميديم بوينت ثم أضغط اس لتكبيره أعظون أنه كأنه يطلع من العدم بيأتي الطريقة هنا وهذا بسبب النظر عبر الكاميرا هنا معمول له كليب أي هناك حد أعلى نأتي ونحدد الكاميرا نأتي إلى هنا ثم أتي إلى كليب أند هذه أحولها إلى 15 ألف 15 ألف متر لأن هذا الكوكب سيكون بعيد جدا الكواكب يعني الكواكب بعيدة جدا مئات الألاف من الكيلومترات لكن سنفلت بمجرد خمسة أو عشرة كيلومتر ستكون الأشياء كأنها نفسها تلاحظون أن الجبل الذي يبعد عنك عشرة كيلومتر كأنه ملتسق بالقمر مع أنه بينهم ألاف وألاف الأميال أتي وأضغط جي أسحبها إلى هنا ثم أضغط أس ثم أضغط جي جي ثم أضغط أس وأكبرها لأتي الدرجة كذلك الكليب الموجود هنا في هذا الفضاء ثلاثي الأبعاد لذلك تأتي إلى هنا وتعمل نفس الشيء تأتي إلى فيو ثم تأتي إلى أند كليب هنا وتحولها إلى 15 ألف متر الآن تلاحظون أنه يحظت بعض الكليكشن لكن على الأقل يمكنك أن تراه الآن أتي إلى النظر عبر الكاميرا وأضغط جي أحركات إلى هنا ثم أكبره أكثر من هذا أريد أن يكون كوكب ضخم جدا يأتي الطريقة أس نعم يأتي الدرجة الآن سنضع التكشتر على هذا الكوكب سأجعله مثل كوكب المشتري وسأريكم موقع لتحميل تكشتر الكواكب أعلم أنها مجرد خيارية لكن لا بأس سنصدقهم في هذا الموقع هو هذا سأضع رابطه في الأسفل تأتي إلى هنا وتختار أي كوكب من هذه أنا سأختار المشتري بهذه الطريقة ثم أحمل 8K أضغط Download 8K هنا سيطلع لك بهذا الشكل ثم بيمين الفأرات ثم تختار Save Image تأتي إلى هنا ثم Save Image As وانتهى الأمر أضغط الآن Save هنا ثم أتي إلى Blender أتي الآن إلى Shade هنا أضغط سفر للنظر عبر الكاميرا ثم أتي إلى هذه التي هي مختلف أوضاع الرؤية الآن نحن في Material Preview حتى ترى المaterials التي تشتغل عليها هناك هذا الصوليد الذي يريد كل شيء رمادي وبشا هناك هذا الويرفريم الذي يريد الخطط والنقاط وكل تلك الأمور نأتي إلى Render هنا تلاحظون أنه اختفى كل شيء بسبب أولا الإضاءة تأتي إلى هنا وتأتي إلى Word وسنضيف إضاءة بعض قليل تلاحظون أنها مجرد رمضية Ctrl-Z السبب الثاني أنه لم نعمل Transparent تأتي إلى هنا هذا الرندر ثم نأتي إلى Film ثم نضغط Transparent هنا تلاحظون أن الفيديو قد ظهر من وراء هذا الآن سنعمل على الإضاءة بإضافة ما يدعى بالHDR وهي الصور المحيطية التي تظهر المشهد من كل جانب كانت أن تضيف HDR في بلانتر عن طريق الإيتيان إلى هنا وضغط على Shift-A وهي اختصار كلمة A تلاحظون العلاقة دائما بين الاختصار ثم تأتي إلى Texture ثم Environment Texture ثم تذهب وتحمل Texture من الموقع الذي سأضع لك في الأسفل Body Heavens اسمه ثم بعد ذلك تحمل HDR الذي تريدها وتجنب أي HDR في هذا الشمس لأنه لا نحتاج الشمس سنضيف شمس هنا في هذا 3D أتي إلى Open بالنسبة لي أنا قد حملت كثير منها في السابق أتي إلى هنا وبالنسبة لي هنا في Texture أنا حملت هذه التي ليس فيها أي شمس مجرد غيوم وخلفية رمادية في كامل ما كل القيادة يطلع لي يواء ثم أضغط بعد ذلك Open Image هنا ثم أربطها هنا وتلاحظون أن كل شيء عاد إلى طبيعته لا نحتاج إلى كامل هذه القوة نضغط هنا ونجعلها بـ 36.3 وربما أقل سنجربه في النهاية سنرى آتي الآن وأحدد هذه الإضاءة كذلك آتي إلى إعدادة الإضاءة هنا وأحولها إلى Sun وهي الشمس لاحظون أنها قوية جدا كما أن في محرك الرندر الخطة لذلك نأتي إلى هنا ونأتي إلى EV ونحولها إلى Cycles وهذا المحرك الواقعي لاحظون أن نتظل الحاد جدا وهذا بسبب قوة الشمس بإمكانك أن تأتي إلى هنا ثم تأتي إلى 1000 تحولها إلى 50 مثلا وهذا أفضل لكن تجاه الشمس نلاحظون أنها خطة لأن تجاه الشمس هنا من الخلف إلى الأمام بهذه الطريقة وهنا عندنا تجاه الشمس بهذه الطريقة أعود إلى هنا لأن الوضع ثقل معي بعض الشيء ثم أنزل إلى هنا وأضغط Scene Light وسين Work إلهما أضغط Ctrl S ثم أتي الآن وأقسم الرؤية بهذه الطريقة وحول هذه إلى Solid بهذه الطريقة أضغط 7 راحظ لأن كل شيء اختفى لكن لا بأس أضغط الآن R وأحاول أن أجعل إضاءة بهذه الطريقة من الأمام أضغط R هنا بهذه التي ضغطنا فيها 7 و7 هي لنظرة علوية بالمناسبة أضغط R ثم R ربما إلى تدرجة أضغط الآن 1 لنظرة أمامية أنا لا أرى شيء بسبب كبير المشهد بإمكانك أن تضغط الفاصلة التي في قسم الأرقام تركز على هذا أضغط الآن R وهذا جيد إلى هنا ثم أضغط 3 أضغط R إلى تدرجة ثم 7 مرة أخرى ثلاثة رؤية جانبية واحد رؤية أمامية و7 رؤية علوية وهي التي في قسم الأرقام على الجهة اليوم أضغط الآن R إلى هذه الدرجة تكون جيدة إلى هنا كل شيء جيد الآن أتي وأغلق هذه الآن ثم أضغط هنا لأرى الرندر الأمر جيد أتي الآن إلى Material Preview مرة أخرى وأضع تكشتر في هذا الكوكب أحدده الآن ثم أتي إلى Word هنا وأتي إلى Object لاحظ أن الفيديو اختفى هنا ولا بأس الفيديو موجود ولكنه لا يظهر فقط تضغط الآن هنا New تأتي كهذه ثم تأتي بالصورة مباشرة تضغط هنا ثم تأتي بالصورة بالنسبة لي هنا Jupiter 8K أختارها أتي بها إلى هنا ثم أربطها مباشرة هنا لاحظ أنه تحول إلى هذا الكوكب المستري هناك شيء إضافي نعمله وفقط أضغط Shift A أتي إلى Vector ثم أتي إلى Bunk أتي بهذه وأدخلها هنا في High وأتي بهذه النورمال وأحطها هنا في النورمال لاحظ أن أحدث بعض النتوءات هنا على السطح هي وهمية لكنها مفيدة جدا ربما أضغط 5 أو 10 حتى تكون قوية بهذه الطريقة نعم بهذه الطريقة عجبتني أتي إلى هنا وأنظر إليها نعم هي جيد ثم الآن أعود إلى هنا أعود الآن إلى وضع الرندر هنا ثم أتي أنزل إلى Color Management ثم أحول هذا من فيلمك إلى Standard لأنك تلاحظون أن السماء بائتة وهذا بسبب هذا الفيلمك هذا جيد في الرندر الثلاثي الأبعاد في المشأة لكن للفيديوهات الخارجية هذا سيء صراحة سيء جدا ذلك أعود إلى Standard تلاحظون أنه لون السماء قد عاد لكن هذا قد صار منعامي ومعامي كليا لذلك أحدده وأتي إلى هنا أضغط Shift A ثم أتي إلى Color هنا ثم أختار Gamma ثم أرفعها ربما إلى ثلاثة حتى تكون أكثر ظلمة بهذه الطريقة ربما نعم ثلاثة جيدة Control S وهذا جيد جدا الآن صدقوا لا لم يبقى إلا الرندر لكن قبل ذلك نأتي ونزيل كل الإضافات التي أضافها بلندر هنا نأتي إلى هذه الفورجروند وحولها إلى بكراوند ثم أحذفها أضغط X هذه لا نحتاجها صراحة كل شيء جيد الآن ثم أتي الآن إلى Compositing أزيل هذه شيرت وأحدد هذه كذلك ثم أضغط Control X Control X هذه لن تشتغل ربما إلا إذا أتيت إلى Edit ثم تأتي إلى Preferences ثم تأتي إلى Addons وتكتب Node هنا فيطلع لك Node Wrangler هذا فعل بهذه الطريقة ثم تضغط Save Preferences وNode Wrangler هذا مهم جدا وستستخدمه في كل مشاريع وللتحكم في النود الآن بإمكاننا أن نضغط F12 وF12 ولعمل رندر للصورة ثم نرى النتيجة الأولية ونجري بعض التعديلات ثم بعد ذلك استخرج الفيديو ككل أضغط الآن F12 وأعود بعد قليل وإنتهار الرندر الآن وتلاحظون الأمر الأمر جيد جدا لا ليس جيد يجب استخدام الماسك الذي عملنا في The Village Resolve حتى يصبح الأمر جيد ذلك نأتي إلى هنا ثم نستدعي ذلك الماسك لكن قبل ذلك نعمل شيء مهم جدا وهو أن نأتي إلى هنا تلاحظون أنه يستخدم الفيديو الأساسي نحن عملنا Image Sequence أو صور مستتابعة سنستدعيها نضغط Shift A ثم نأتي إلى Input ثم نأتي إلى Image Sequence هنا ثم نأتي إلى المكان الذي قزلنا في Image Sequence تذكرون أنه واحد اسمه Composite أدخل إليه وأضغط A لتحديث كل شيء ثم Import Image Sequence ثم أضعه مكان هذا قطعه هنا ثم أضغط X وأحذف هذا Ctrl S الآن بدفس الطريقة أضغط Shift T و T بدفس الطريقة أضغط Shift D و D هي اختصار كلمة Duplicate أي ننسخ هذه أضغط هذه الاثنين ثم أتي إلى هنا ثم أتي إلى الماسك الماسك هنا أضغط A ثم Open جيد ثم الآن نستخدم هذا الماسك ليكون هذا خلف هذه المباني أتي وأضعه هنا فتلاحظون أنه صار خلف هذه المباني بشكل سيء جدا أول ملاحظة تلاحظون أنه هناك اختلاف بين الصورة وبين الماسك وهذا بسبب وجود هذه الاثنين أحددهما وأضغط Shift D وأسحب إلى هنا و D هي اختصار كلمة Duplicate ثم أتي بهذا إلى هنا ثم أتي بهذا الثاني إلى هنا فيسيران متطابقان ثم الشيء الثاني تلاحظون أنه يحتاج إلى تعديل لأنه باهت بعض الشيء تلاحظون خلع الماسك ثم إضافته تلاحظون أنه يجعل هذا الشيء باهت خضعت Shift A ثم أتي إلى Color ثم Color Ram ثم الآن أعدل على الماسك لأنه كان ليس أبيض كليا أجعله أبيض كليا بهذه الطريقة إلى تيد درجة وأرفع هذا وأجعله أسود كليا بهذه الطريقة ثم الآن إذا ضغط Ctrl Shift و Left Click و Ctrl Shift و Left Click لن تعمل إلا إذا كنت مفعل نود رانجولر وتلاحظون النتيجة أحول هذه من Linear إلى Is فيكون هذا أفضل وأزيد في البيض بعض الشيء حتى يظهر الكوكب بأكمله بهذه الطريقة أضغط Ctrl S للحفظ ثم الآن سأزيد تعديل هذا الماسك دائما ما أفعل هذا الشيء الرائع جدا أضغط Shift A ثم أتي إلى Filter ثم Blur ثم Blur هنا هو Gaussian Blur أحوله إلى Relative ثم أتي بي إلى هنا وأدخل هذا هنا أضغط Ctrl Shift وأضغط هنا ثم أحدد هذين اثنين أضغط 30 فيصير بهذه الطريقة ثم أتي وأضغط Shift A ثم أتي إلى Transform ثم أتي ترانسفورم كذلك وأرفعه على ال Y ربما 70 أو أكثر ثم كذلك أتي إلى هذا ال Color Ramp وأضغط Shift D لنسخه ثم أتي بي إلى هنا أضغط الزر الذي يحدث الأحرف حتى يعد إلى أعدادتين أولية لن أحولها إلى Is ثم بعد ذلك أرفع هذا السواد أكثر حتى ربما يكون أكثر حدة ثم أتي الآن بهذا إلى هنا بدل من ذلك لكنه لن يصلح الأمور تلاحظون أنه سيء بعض الشيء إذلك ما سأفعله هو الاحتفاظ بالماسكين عن طريق Control Shift ثم أبي من الفأرة وأسحب عليهما بهذه الطريقة وهذا من عمل النود رينجولر يجب أن تكون قد فعالته ثم أتي إلى هنا وأحولها إلى Multiply وبهذا أحتفظ بالماسكين وأضع هذا الآن إلى هنا وتلاحظون النتيجة تلاحظون أن الجزء الأسفل هذا اختفى بعض الشيء وهذا طبيعي جدا إذا اقتربت الأشياء من الأفق فهي تبدأ بالتناقص من الأسفل بهذه الطريقة وأرفع بعض الشيء وربما أرفع هنا من 70 إلى 100 بيأتي الطريقة تكون جيدة أو أكثر ربما 150 120 120 هذا جيد إلى الآن لكن السحر إلى الآن لم يحدث السحر هو ما اكتشفته من خلال عملي على الكواكب لمدة طويلة جدا صراحة وكنت دائما ما أصور فيديوهات وأضيف كواكب وهو هذا الشيء الذي سأفعله الآن سيجعل هذا الكوكب كأنه موجود في الصورة حقيقة أضغط ج و أسحب هذه كلها إلى هنا و جهي اختصار كلمة grab أضغط shift A أأتي إلى color ثم mix ثم أنزل إلى mix color وأضعها هنا أأتي بهذا إلى هنا إلى الأسفل وأأتي بهذا الفيديو إلى الأعلى هنا اللون أول ثم بعد ذلك أأتي بهذا إلى هنا ما هكذا لاحظون أنه بهذا الشكل الغريب صراحة وهذا لأنه mix يظهر إما الكوكب وإما الخلفية نريد أن يظهر كليهما لذلك نأتي إلى mix وأحولها إلى add لكن قبل ذلك أجعله الصفر أولا حتى تحدث المفاجأة ثم تأتي إلى هنا وأجعلها add ثم أبدأ بإضافته وتلاحظون أنه بدأ يضاف بطريقة جميلة وكأنها موجودة في السماء فعلا وفضل 0.6 تكون جيدة وهناك كوكب في السماء واحظون أن الجهة المظلمة اختفت في السماء وهذا طبيعي جدا القمر لما يكون جزء منه ظاهر وجزء مختفي في المساء يكون الجزء المختفي في الظلام كأنه السماء زرقى بهذه الطريقة فحرفيا لم يبقى إلا استخراج الفيديو وعمل render للفيديو إذلك أتي إلى هنا وأجعلت إعدادات للرندر 128 جيدة هنا في render وهذه 0.01 جيدة كل شيء جيد فقط أتي إلى performance إذا كنت تعمل render بالCPU فعليك تحويل هذه إلى 128 تكون جيدة زي حالتي وكل شيء آخر جيد صراحة إذلك الآن أتي إلى إعدادات الأوتبوت كل شيء جيد فقط هنا أعلم أني سأستخرج الفيديو على الشكل صور متتابعة لذلك أتي وأحدد فولدر لذلك أضغط هذه الزائد هنا في ضيف فولدر جديد وأسميه FinalAnimation لاحظة أني سريع جدا في كتابة ثم Accept هنا PNG جيدة RGBA لا أحتاج الألفة RGB 15 جيدة Overwrite لا لأني قد أتوقف عن الرندر لسبب من الأسباب في صورة معينة ربما في صورة 80 أو 75 أو ما شابه فأتم عليها لو تركت هذه الأورايت فستعيد من البداية Ctrl S الآن ثم ما علي إلا أن أضغط Ctrl F 12 وأعود بعد النهاية Ctrl F 12 وانتهى الرندر الآن نذهب الآن إلى هنا رندر ثم نازل إلى ViewAnimation ثم نرى أول أمر سيكون لاك بهذه الطريقة ولكن بمجرد أن يعيد المرة الثانية ستجدون أنها سموت جدا وسلس جدا تراحضون الأمر الأمر جيد جدا جدا صراحة وهو رائع ثم لم يبقى الآن إلا جمع هذه الصور المتتابعة لأنها مجرد Image Sequence وليست فيديو في فيديو واحد ونشرح أينما تريد في انستغرام في يوتيوب فيسبوك في أي مكان تريده لعمل ذلك لن أعمله في هذا الفيديو لكن سيظهر رابط الفيديو في الأعلى هنا اذهب إلى الدقيقة 36 و45 دقيقة 36 و45 ثانية فهو نفس الشيء نفس ما أعمله مع ذاك الفيديو تعمله أنت مع هذا هذا كل شيء لليوم إذا عجبك الفيديو Like, Subscribe, Share كل تلك الأمور التي تنفع هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا